سلوك تركيا المرفوض يقود نحو تصعيد الغضب الأوروبي والأمريكي كشفت اليونان عن أن عقوبات أكثر سرامة تنتظر عن قارطة في القريب العاجل ما لم تعد إلى جادة الصواب السياسي وجاء في مقابلة لوزير الخارجية اليوناني أن خارطة عقاب الاتحاد الأوروبي ضد الأتراك سوف تتوسع لتشمل أفرادا وكيانات أخرى وأشد المسؤول اليوناني بإجراءة واشنطن العقابية ضد الدولة التركية التي طالت هيئة صناعاتها الدفاعية ورئيسها إسماعيل ديمير ومسؤولنا آخرين بسبب حصول أنقارة على منظمة الصواريخ الروسية S-400 واعتبر أن تلك الجزاءات تمثل إنذار أمريكيا قويا وأن تداعياتها السلبية سوف تنعكس بقوة على الأداء التركي خلال الفترة المقبلة اليونان لفتت إلى أن القرار الأخير الذي اتخذته الولايات المتحدة هو تأكيد عملي لما قاله وزير الخارجية مايك بومبيو مؤخرا في قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بأن الشركة التركي يقوض علنا استقرار وتماسك حلف النيتو يعتقد عسكريون أتراك أن تطبيق عقوبات كاتسا يعني أن بلادهم شبه دولة معادية وهو وضع لا يمكن تجاوزه بالإدانة الشفاهية من قبل الأتراك حيث إن فرض حظر على الأسلحة الأمريكية خطوة غير مسبوقة تشير إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى منعطف خطير أثين ترى أن تحركات الإدارة الأمريكية أكثر جدية وسرعة في مضمار التصدي لاستفزازات تركيا ودعت إلى مشاركة أمريكية أعمق في شرقيا المتوسط معتبرة أن هذا من شأنه أن يساهم في سلام واستقرار المنطقة توافقت المساعي اليونانية والأمريكية حول هدف محوري يتمثل في تقييد حركة أنقرة لعدم تمكينها من افتعال الأزمات في المنطقة بغية تحقيق مكاسب جيوسياسية مرفوضة